السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايك نشتراك في القناة وقبل ده كله نصالي على سيدنا محمد اللهم صالي على سيدنا محمد وطبعا النهاردة ياسين اليوتيوبر الجزائري طبعا الحمد لله خرج وحب يوضح للناس الامر اللي حصل ايه وانه هو كل الحكاية انه هو تعرض لحادث في مدينة وهران في الجزائر وهو ماشي بالعربية ودخل بعدها على طول في غيبوبة لكن هو ما كانش منهار عصبيا ولا عنده اي انهيار عصبي والكلام اللي قاله ده كان واحد من اصحابه اللي قال ان هو كان عن صدمة عصبية ونزل ساء وعمل حادثة هو بينفي الكلام ده نهائيا وقال ان هو بس وهو نازل حصلت له حادثة الحادثة بعد ما حصلت على طول دخل في غيبوبة وبعد كده هو مش فكر اي حاجة الا ان الناس وعيلته والاهله اخدوه نقلوه في مستشفى هناك وما كانش فكر اي حاجة وبعد ما فاء ومسك التليفون لقى كامل رسائل والدعم والحب ده حاجة فرحته فرحته جدا جدا لما لقى الناس بعتاله رسائل حب ودعم كتير والناس بتسأل عليه ودي كيف اكتر حاجة فرحته في الموضوع علشان كان دايما بنقول ان الخير مرضود وخير واثره كويس جدا في النفس لما بنقول كلمة طيبة لاي حد فبتبقى اثارها ان البني ادم ده بيطير في السماء فيريت نكون دعم البعض وحب البعض علشان كلنا نقدر نكمل حياة ونكون متفاعلين وإيجابيين بإذن الله تعالى شوف حضراتكم عن الف خير يا ربي في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من كل قبل